أهلا بكم أول وفاة بسبب مضاعفات أوميكرون تسجل اليوم بالمغرب وفق ما أعلنته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية السيدة المتوفات واحدة من بين ثمان حالات أدخلها المتحور الجديد إلى أقصام العناية المركزة أوميكرون ينتشر بسرعة ببلادنا ومؤشر الإيجابية خلال الأسبوع الأخير تجاوز 10% باقي المعطيات المتعلقة بالحصيل النصف شهرية بين 20 دجمبر والثالث من يناير مع بشرى رائف منذ نحو ثلاثة أسابيع وبلادنا تواجه موجة ثالثة من فيروس كورونا تتميز بتزايد كبير في عدد حالة الإصابة كل أسبوع هذه الموجة تقول وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مرتبطة بمتحورين هما دلتا وأوميكرون لحدود هذا الوقت هناك سبع حالات مؤكدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة حالة مؤكدة إصابتها بمتحور أوميكرون هذه الحالات يتراوح أعمارها ما بين 26 سنة إلى 74 عاماً من بين هذه الحالات سجلت لأول مرة وفاة سيدة بهذا المتحور السيدة كانت تعاني من أمراض مزمنة والملاحظ أيضاً أنها لم تحصل على الجرعة المعززة وإن كان قد مضى على تلقيها الجرعة الثانية أكثر من 9 أشهر الحالات ترتفع بشكل سريع مجموعة من الأقاليم والعمالات تصل إلي الموجة ولكن في نفس الوقت هناك مجموعة من العمالات والأقاليم باقي الموجة لم تظهر فيها ولله الحمد هناك إلى حدود هذا الوقت أربع جهات تعريف انتشاراً واسعاً أو تعريف الموجة بحيث هناك ثلاثة جهات في المستوى البرتقالي وجهة واحدة في المستوى الأحمر من نظري لهذا التغير السريع في الوضع الوبائي تجدد وزارة الصحة التأكيد على أهمية التلقيح والالتزام بالتدابير الاحترازية واحترام البروتوكول العلاجي في حال الإصابة من أجل مرات هذه الموجة